أننا سنعيش مرحلة أقل فزع من الماضي البلطاجين إما كانت منتشرة منتشرة بقرار عشوائي أو قرار منظم لقيت الأمن اختفى مين اللي أخفى الأمن ومين اللي رجع الأمن حكايت بقى أن الوزير ده أحسن من الوزير ده والوزير ده أحسن من الوزير ده إحنا مش هندخل في اللعبة دي خالص وإلا حنتكلم زي زمان زاكي فدر ولا عبد حليم موسى أنا مسألة قرار سيادي أنا الآن ليس عندي إلا الإدارة الحاكمة للبلد هي المسؤولة عن فترة غياب الأمن وهي المسؤولة عن إبعاد الأمن عن الشارع وهي المسؤولة الآن عن إعادته إذا رجع الأمن وساد الأمان يبقى لازم نسأله لماذا لم يكن موجودا إيه راح فيين العشر تشهر اللي فاته الأمن ده كان فين وكان فين بفعل فاعل ولا بفعل وزير ما هو مش ممكن أن الأمن يقعد عشر تشهر ما يجيش منه في ثلاثة أيام نزل فأنا الحقيقة مختلف في المسألة دي هذا جزء من التخطيط العام حكاية عودة الأمن وسيب الأمن وحط الأمن ده خطة عامة بتحقيق أهدف عليا بس ده رأيي أهدف عليا أهدف عليا الشارع كان لازم في وقت من الوقات يفضل بالأمن ولازم الناس كانت تتوق عشر تشهر عشر تشهر طبعا كان لازم الشارع يفضل بالأمن عشر تشهر جزء من التخطيط العام أنا أفهم أن السيناريو ده كان موجود قبل الثورة من يوم 28 لغاية 11 فبراير أن كان فيه إسرار أنه يفرغوا الشوارع من الشرطة وده كان سيناريو موجود لترويع وتجويع الشارع فهل العشر تشهر فاتت كلها السيناريو ده مستمر لازم عشان حضرتك تقولوا أن الأمن الراجل في السجن ظهرت له لا الراجل مالوش علاقة حاج بالأمن ده حاج بالأمن ده قرار رئاسي أنا توليت رئاس الدولة مجلس عسكري تولى رئاس الدولة إما أنه قادر على حفظ الأمن فإما أنه غير قادر المسألة ما بتحتاجش وسط إنما غير قادر في خمس ستوش ثم قادر في ثلاث تيام ده مسألة لازم تتشرح لنا إيه اللي حصل يعني إيه اللي خلى الكمائن نزلت مرة واحدة كده في روكسي وفي الحداي وفي مصر القديمة فجأة كده بقى فيه كمائن وفي حداي الأب 12 لواء و16 عميد ده كلام ما كلام ما يدخلش عقل يعني هما كانوا في درج وطلعناهم دي سياسة سياسة طول ما هي متحكمة في حياة الناس ومصالحهم هيحصل عندنا نوع من أنواع بصراحة يعني التخبط في كل شيء الأمور لازم تدار مؤسسيا لكن الخطط اللي بتتحط دي عشان أشعار الناس بفزع وعند في ثلاث تيام نقول يا سلام بعد وزارة الجنزوري أحمدك يا رب أنا بقيت أمن على نفسي هل كان مقصود ده أيام وزارة شرف مثلا طبعا طبعا كان مقصود والعجز الذي كان فيه شرف كان مقصود والفشل الذي حققه شرف كان مقصود نحن بنلوم عليه بس أنه لم يستقن من موقعه والتطور الذي حدث الآن في الثلاث تيام مقصود وأنا قلت لحضرتك في الأيام اللي جاية كنا في برينامج سابق قلنا له مناشط الأخبار في الأيام اللي جاية القبض على مية عصابة في حد في الدنيا يقول أنه من ضمن الإنجازات القبض على ألفين سرق التهار كهربائي هو إيه يعني الجريمة دي بتتم في كل المباني اللي موجودة لازم عبان ما يخلص هنا بيحط لنبا وياخد السرق من هنا ويعد عليه واحد يعمل له محضر سرق التهار كهربائي أنا كنت أتمنى أن الألفين سرق ألفين بلطجي ألفين بلطجي ألفين خاطف ومن الممكن في الوقت اللي هم يحبوا فيه لمهم البلطجية حلمهم أنا واثق من ذلك طب يعني نتصور أن هم هلموا البلطجية وارد طبعا كلام الأستاذ مختار يعني هو السؤال فعلا اللي احنا محتاجين إجابة ولا أدري هل هذه مسؤولية وزير الداخلية وزير الداخلية بيعمل شغله من اللي لازم يرد علينا عن السؤال ده أين كان الأمن في العشرة شهور الأخيرة ولماذا لم يؤدي دوره لكن فضل يعني وارد طبعا الكلام اللي بيقوله أستاذ مختار وده بينبع من نظرية يعني مش عايز أقول مش عايز أقولي يعني هو نظرية أن فيه مؤامرة يعني أنا الحقيقة وقلت كلام قريب من ده أن فيه رأيين يعني فيه موجود رأيين في السلطة تحديدا داخل مجلس العسكري رأي يرى أنها ثورة حقيقية وينبغي تنفيذ مطالبها ورأي آخر يرى أنها أحداث يناير أو اضطرابات يناير سرعان ما ستزول وتنتهي الأمور الشوية العيالي اللي وقفين في مدان التحرير روحوا بيتهم ونقلب الموضوع ونخلص ولذلك كل الناس اللي في الهيئات الحكومية هم موجودين بنفس الأشخاص ونفس السياسات ونفس الأسليب ونفس المنطق ونفس الاختيارات نفسها الاختيارات من كلهم من قيادات النظام السابق أحيانا هذا الخط يتغلب وأحيانا هذا الخط يتغلب خلاص زي ما فيه عراق وفيه يعني أخذ وعطى في كل حاجة فيه برضو جوه كده حاجة زي كده وهذا ما لمسته من خلال حوارات ومن خلال لقاءات كثيرة يعني تحديدا الفترة الأخيرة دي كم يوم الأخرانيين دول تغلب الخط الأول اللي هو أن فعلا خلاص نحن بصورة بجلد وأن يجب أن يبقى الأمور ممكن جدا ما هي الدنيا كذا ممكن جدا كمان شوية يهدى الخط ده وخط ده وخط ده يقوم هي ما هو فيش ما هو ما يعني لا يكل ولا يمل يعني الأمور المحاولات تلو الأخرى يعني وهكذا يعني فوارد طبعا وارد كلام حضرتك نتكلم بقى ومعايا يعني الأسدى الاتنين كانوا أعضاء سابقين في جماعة الإخوان المسلمين حضرتك رغم هجومك الكاسح في الأيام الأخيرة على جماعة الإخوان أثناء الانتخابات إلا أن أنت بتقول لم أندم يوما على انضمامي للجماعة وجودي ضمن الجماعة ارتبط